موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى موعد الثالثة بداية النوى ممثلا لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يشارك اليوم الوزير الأول نذير العربوي الذي حل أمس بالعقسمة الغانية أكرا في الاجتماعي النصف السنوي السادس بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية والأليات الإقليمية الاجتماع ورفيع المستوى سيخصص لتعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية والأليات الإقليمية في مختلف المجالات بهدف دعم جهود حفظ السلام والأمن وتسريع وطيرة التنمية والاندماج الاقتصادي على السعيد القري وبالعاصمة الغانية أكرا أجرى وزير الشؤون الخارجية والجارية الوطنية بالخارج أحمد عطف اليوم عدة لقاءات ثرائية حيث تحادث مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي طارق بن سالم كما أجرى محادثات مع رئيس برلمان عموم إفريقيا فورتين تشارو بيرا استعرض خلالها الطرفان جهود وأنشطة برلمان عموم إفريقيا لتعزيز العمل الإفريقي المشترك عطف أجرى أيضا لقاءا ثنائيا مع المديرة التنفيذية لوكالة تنمية الإفريقية ناردوس بيكيلي توماس اللقاء ناقش أهم القضايا المرتبطة بالرهانات التنموية في القارة الإفريقية وسمح ببحث السبول الكافيلة بتعزيز انخراط الجزائر وإسهامها في دعم الجهود الجماعية الرامية لتعزيز الاندماج والدفع بالتنمية في إفريقيا في ملف رئاسية السبع السبتمبر المقبل تتواصل عملية معالجة استمارات الاكتتابة الفردية المدعى من قبل الراغبين في الترشح بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهذا للفصل في صحة الترشحات لرئاسة الجمهورية إلى أجل أقصى الخامس والعشرون جوليا الجاري في أحوال التقس وفي نشرية خاصة لدوان الوطني للأرصاد الجوية تم تسجيل موجة حر تعدت 47 درجة مئوية تحت الظل مست ولايات الطارف عن ناباس كيكدا بجاية قلمة المسيلة باتنا المغير للجلال بسكرا قسنطينة وميلة في حين ستعرف ولايات تيميمون تندوف أدرار إنسالح وبرج باجي مختار استمرار تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة إلى غاية يوم غدا تتوصل فعالية الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو بولاية بومرداز حيث تطرق المشاركون اليوم إلى سياسة الحصار والتعتيم الإعلامي التي ينتهجها الاحتلال المغربي لتمسي صوت الحرية والكفاح سياسة لم تثني من عزيمة الشباب الصحراوي في مواصلة التعرف بقضيته العادلة من خلال استعمال وسائل اتصال أخرى تدعم نظال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفع عدد الشهداء إثر القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ فجر أمس إلى أكثر من 64 شهيدا ومائة وخمسة مصابين وقد أدى قصف صهيوني استهدف منزلين فجر اليوم في مخيمي النصيرات والبريج أدى إلى استشهاد أحد عشر فلسطينيا وإصابة عدد آخر بجروح وفي جنوب القطاع سشهد ستة فلسطينيين وأصب أخرون إثر غارة استهدفت منشأة تجارية تأوين زحين في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس لترتفع حصلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 38983 شهيدا وتسعة وثمانين ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرين جريحا في رياضة شد الرحال إلى باريس اليوم الفوج الثالث من الرياضيين الجزائريين المتأهلين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ويتعلق الأمر بوفد اختصاص الرماية الذي عرف تنقل رياضي واحد رفقة المدير التقني ورئيس الاتحادية في انتظار التحاق باقي الرماية المتأهلين بأخبار الرياضة نكون قد وصلنا إلى ختم هذا الموعد الإخباري والعودة إلى زميلة فيزة باشي ومتابعة ما بعد المنتصف